أبو عباد من فرنسة يقول عند ولده هرة يقول مريضة و ذهب بها إلى الطبيب قال لا هذه ما يعني مريضة مرض شديد و يقول هل يمكن قتلها القتل الرحيم بضربها إبرة أبو عباد بارك الله فيك من أهل العلم منع قتل الحيوان القتل الرحيم سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل قالوا لا يعتدى عليه بمثل هذه الطريقة و منهم من ذهب إلى أنه إذا كان مما يؤكل يذكى إذا كان حيوان مريض و يمكن أن يؤكل عفوا مما يذكى و يمكن أن يأكله الإنسان الاعتقاد بأن المرض لا ينتقل إليه و إنما مرض في هذا الحيوان قالوا ممكن أن يذكيه أما إذا كان حيوان لا يؤكل ف قالوا لا القول الثاني قالوا يجوز إذا كان عند الإنسان حيوان و هذا الحيوان مريض مرض ما وجده له علاج وبقاؤه يتعذب بمثل هذه الطريقة و يكون فيه كلفة على صاحبي قال ممكن أن يعطى إبرة بما يسمى الآن بالقتل الرحيم قالوا لا بأس بذلك و هذا الذي يظهر لي أنه الراجح لكن أنا أدلك على غير هذا أن تكلف ابنك يذهب بهذا الحيوان إلى جمعية مثلا رعاية الحيوانات أو إلى البلدية أو إلى الجهة المختصة بهذا الجانب حتى يعني يخرج من الخلاف قل له اذهب بها و سلم هذا الحيوان إلى هذه الجهة أفضل إذا رفضت الجهة يجوز إذا كان الإنسان غلب على ظنه بأن هذا الآن المرض شديد و هو يتعذب و سيستمر معه و ليس له علاج يجوز بارك الله فيك